الامتنان طبعا اليوم راح نعمل تمرين الامتنان الصباحي اللي راح يكون عن امتنان الجسد الخارجي فاليوم طبعا راح نعمل لكم تمرين ممتع احتاج قلم احمر قلم اسود ورقة بيضة في حال ما عندك ورقة بيضة غير مسطرة ممكن تستخدمين صفحة من دفتر الامتنان بعدين هنزلكم صور من دفتري هحتاج مصطرة واحتاج الالوان تقدر تستخدمي اي نوع من انواع الالوان في هذا التمرين انا قاعد اعمل لكم تمرين هذا عشان يكون ممتع وقت ما تعمل التمرين وما تحسي بالملل من الامتنان اول شي راح ابدأ ارسم جسد على شكل جسد هذا طبعا الراس ارسم الرقبة ارسم الريد والذراع ارسم الجسد الباقي وارسم الاقدام ارسم الشكل الخارجي للجسد بعد كده ابدأ اعمل سطور حوالين الجسد بدي الطريقة طبعا انا عندي اقدم عشرة امتنانات لعشرة اجزاء من جسدي الخارجي فهعمل عشرة سطور فطبعا عندك هعمل عشرة سطور زي ما انت شايفها زي ما انا قادة اعمل عشرة سطور وهكذا صارت عندي عشرة سطور الآن رح ابدأ اخذ القلم الاحمر واكتب امتناناتي مثلا ممتنة لله على الاقدام التي اسير عليها مثلا ممتنة لله على الارجل التي تساعدني على الركض ممتنة لله على الاذرع التي تساعدني في حمل الاذقال والعمل ممتنة لله على اليد التي تساعدني على الاكل والشرب ممتنة لله على الاصابع التي تساعدني على الكتاب والامتنان ممتنة لله على الاكتاف القوية والصحية ممتنة لله على الوجه البشوش ممتنة لله على الخصر الرشيق ممتنة لله على الاقدام التي تساعدني على السير سريعا ممتنة لله على الشعر الغزير طبعا الان شفتوا كتبنا جميع الامتنانات لجميع الاجساء الخارجية في الجسد سأبدأ استخدم الكلمات السحرية شكرا وأحبك مثلاً أكتب شكراً لذراعي القوي شكراً لأكتافي القوية أحباً أحبك يا خصري الرشيق أحبك يا أقدامي أحبك يا شعري الجميل وهكذا أضيف الكلمات السحرية بعد كده أبدأ استخدم الألوان أي ألوان تحب تستخدميها تبدأ تلوني وتتدرجي بالألوان من الوردي من الألوان اللي أنت تحبيها اللون اللي أنت تحبيه بنفسجي أحمر الألوان اللي أنت تفضلينها وزي ما قلت لكم هذا الامتنان تقدروا تضيفي عن عشرة فقرات لكن حاولي أنك ما تنقصي عن عشرة فقرات وبعد كده رح هنزل لكم صفحة من دفتري عشان تشوفون كيف أنا عملت في دفتري تقدروا تعملوا ورقة كده وتعلقوها على الجدار أو تعملوها في دفتر الامتنان زي ويعطيكم العافية وحابة أشوف مشاركاتكم